أهلا بحضراتكم الجديد متواصلين معكم وما تخافش على الأهل الطالما الأهلي يملك هذا القدر العالي جدا من الوضوح والشفافية والأداء المؤسسي المهم الكلام اللي قاله الدكتور سعد في بداية الحديث عن حصول الأهل على هذه الجائزة المهمة اللي ترجمت عمق وقوة وسلامة وشفافية الأداء المؤسسي المنضبط جدا للنادي الأهلي متواصلين مع الدكتور سعد الشالب المدير التنفيذي للنادة دكتور في إطار كل هذا الإنجاز الكبير الأعضاء يعني أنت مؤكد عندك قدر من المواقمة ما بين الصرف وما بين أسعار الخدمات اللي بتقدم كيف يمكن تضيق الفجوة بين هذا وزيك يعني في الحقيقة ده سؤال في الحقيقة مهم إزاي نقدر نعمل مواقمة ما بين الإرادات والمصرفات ونقدر ندرس ده إزاي ونشوف مراكز التكلفة لكل نشاط ده مهم قوي نتشوف كل نشاط عندك في النادي الأهلي بيكلفك قد إيه عشان تقدر تعمله عملية تسعير عادلة وفي النهاية عملية تسعير عادلة تكون في صالح العضو إحنا الفلسفة بتاعة النادي الأهلي هو استعادة جزء من التكاليف وليس الربح برضو ده مهم يعني إحنا مش بنقول إنه إحنا الخدمة دي بتكلفنا خمسة أروش فعايز إنه نحط كمان همش ربح كذا فيبقى سعر الخدمة دي كذا هتدي لك مثل بالفوت كورت لما عملنا يعني العمال السؤال اللي محيارني هي المعادلة الصعبة قوي دي بين صالح العضو والخدمة وتكلفة الخدمة الحقيقية علق عليك إزاي بتحلوا المشكلة دي بحيث إنه في كل الأحوال برضو تظل مؤسسة الأهلي هي الأقل أسعار ما بين أقرانها ما هو ممكن تقول الأقل أسعار وتقول برضو الجودة والجودة منخفضة لا هي أقل أسعار وأعلى خدمة خلينا نقول إزاي منطقة الفوت كورت هات أي منطقة في أي من الأنديال المصرية اللي بمكننا لها كل احترام وتقدير في الحياة كل الأنديال مصرية منطقة الفوت كورت اللي في مدينة نصر أنا كان عندي حد لما جاء من دبي ولما شافوا منطقة الفوت كورت قال ده في النادي قلنا له أيها في النادي كان عندي حد بمناسبة الفئات الخاصة لأصحاب الهمم. واحدة من الرموز الوطنية في أصحاب الهمم موجودة معنا. وكانت عضو في النادي الأهل. فقيت لنا ما جيتش النادي الأهل من مدينة نصر. كان معنا اجتماع يوم الأربع اللي فات عشان مؤسسة الأهل المجتمعية. فجرت قالت لا 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 استنى. ده أهل مدينة نصر. قلنا لها أيها أهل مدينة. قال بس تطوير ده تطوير جزري غير عادي في أهل مدينة نصر. أنا عضو هنا في أهل مدينة نصر من عمري. وأنا كان حتى مادام كابتن مشير حاسمان كانت موجودة هي صديقتها. فقلت لها إيه اللي حصل ده في النادي أهل مدينة نصر. منطقة الفوركورت. دي حاجة عظيمة جدا جدا جدا. تعالوا احنا بنحط في السعر إزاي. أنا لو أنا أجرت المنافذ اللي موجودة في منطقة الفوركورت بأسعار عالية. هتنعكس على إيه؟ على سعر المنتجات المقدمة من خلال منطقة الفوركورت للأعضاء. فبنتطر نعمل حاجة مهمة جدا جدا جدا. إن احنا ندي السعر الأقل كإيجار. عشان أنا ده المفروض هينعكس علي أنا كنادي أهل بالسلق. عشان يقدر يتحطي أسعار. عشان يقدر حط له شروط في الأسعار. يديني أسعار أقل مما هو نفس البراند نفسه. يعني هقول لحضراتك على حاجة. كلنا بنحب الزهابية في الجو الدافي ده. النهار ده ممكن تاخد العلبة الكبيرة. بـ 25 جنيه هي نفس البراند. أنا مش عايز أقول أسماء براند عشان ما يبقاش إعلانات. وكت أنا عند الكابتن عدلي على طول في المكتب. نروح نجيبي الزلاب دي. ونقع أيام ما كنا مع بعض في التسويق. وشرفت بيها. نجيبها هي بره بـ 35 جنيه. لكن جوه النادي بكم؟ بـ 25 جنيه. ده شرط أساسي. كمان أنا مش بسيبه كده يحط أسعار بمزاجه. ده أنا حطيت له شرط إنه هو ما ييجي يحط في التعاقد. شرطه في التعاقد. إنه لما ييجي يحط أسعار جديدة بعد ثلاث سنين. بعد إيه؟ بتسبب تسويق. ثلاث سنين وبموافقة أنا كقدرت إيه؟ النادي الآلة. عشان أضمن إنه أنا حطيت كنترول فين؟ على السعر. يعني مثلا أنا عندنا منطقة الصلاة الجديدة في زايد. ومش ده بس بنعمله في مدينة مصر ولا في الجزيرة نعمله كمان في زايد. النهاردة عندنا يمكن واحدة من أشهر العلامات التجارية اللي موجودة في تقديم القهوة ومشروبات القهوة. مش عايز أقول برضو اسمها. أشهر علامة تجارية موجودة في هذا السوق. الحمد لله النهاردة بقت موجودة عندنا جوه زايد في جوار الصلاة. ويمكن كانوا حرسين إنه هم يستقبلوا كابتن محمود الخطيب أثناء الافتتاح. عشان يشوف مدى جودة التجهيزات اللي موجودة في هذا المنفذ. هذا المنفذ لأول مرة في تاريخه. لأول مرة في تاريخه ينص في عقده أن تكون أسعاره. هناك تخفضات 5% حد أدنى لأعضاء النادي الأهلي. لأول مرة. أنا بقول حاجاتي يمكن أول مرة أقولها. وما كنتش أحيب بننا. خمسة متطالع يعني. يعني ممكن خمسة يخليها عشرة. بس دي خاصة بس لأعضاء النادي الأهلي. وعمره مقدمة لأن شرط. أنتوا عارفين أن في بعض البرندات قيمتها في السوق. زي بعض الساعات الكبيرة أوي. ممنوع أنك أنت تيجي ناحية السعر. لأن عندما يتحرك السعر معناها أن هناك تحرق في القيمة. نقص في القيمة على طول. زي ما المثل الشعب اللي عندنا يقول إيه. الغالي تمنه فيه. فإحنا عندنا الثقافة دي موجودة. فهم كانوا حتى حرسين أنهم يأخذوا كابتن محمود. عشان يشوف مستقل فخامة اللي موجودة. ولذلك إحنا بنعمل دلوقتي عملية تطوير شامل لكل المنافذ اللي عندنا. اللي موجودة في منطقة سواء كانت مدينة ناصر. إحنا عندنا 83 منفذ. 83 منفذ. ده عدد ضخم جدا من العقول. على التاريخ السروق. فيه حاجة كمان بقى خلي بالكم وحضراتكم. إحنا اللي اتحملناها مش الأعضاء. الجهة الإدارية خدت قرار نتيجة للأزمة اللي حصلت. اللي موجودة. جائحة اللي حصلت. خدت قرار بتخفيض 50% من القيمة الإجارية للمنافذ. لأن المنافذ قعدت فترة زي ما أنتم أدراكوا عارفين. أفل. استغلت. ألزمتني بكده. التزمت. لا أنا دي الأهلي عمل حاجة أهم بقى. لأن المنافذ كانت بدأت تتعصر. أي. قمنا إحنا كمان عاملين إيه السنة الدورة اللي فاتت دي. أخذنا قرار كمان إيه عشان نسوي المدينيات بتخفيض 50% للمنافذ من القيمة الإجارية بتاعتها. عشان كانوا عايزين يرفعوا الأسعار. قلنا لا إحنا لنتحمل. ونخفض. ده بقرار رسمي موجود من مجلس الإدارة. مش مثلا لمدة ثلاث شهور. أتعرف دكتور سعد وتفكرني بإيه. أما كابتو الصالح نزل لانتخابات تاني مرة. كان الهجوم كابتو الصالح هيغلي الاشتراك على الأعضاء. يعني كأشعب. أقديني فرصة تكلم فيها لأنها مهمة. ما أنا حقول لك. قال له كنت بديري النادوة. فأقول له يا كابتو. قال لي يعني إيه. هنقول لهم الحقيقة. قلت له خلي بالك. أنت نزل في التخابات بس يعني شوف. قال لي هنقول لهم الحقيقة. فاروح تقاري السؤال. كابتو الصالح. في سؤال من الأعضاء. هو أنت صحيح هتغلي الاشتراكات. قال لي مش أنا اللي هغلي. مش قال لي قال لهم. قال لهم والله لو أنتوا شايفين نادي مش محتاج تطوير. لو أنتوا مستوى الخدمات عاجبكم. لو أنتوا مستوى الصيانة عاجبكم. لو أنتوا لو أنتوا لو أنتوا. خلينا زي ما احنا. لكن لو عايزين حاجة. تليق بيكم. ويحصل تطوير ويحصل نقلة في النادي. أنتوا اللي هتقول لي غلي الاشتراك. عشان تقدر تعمل لنا كده كابتو. اكتسح الانتخابات دي. ليه؟ للصيقة والمصدقية وتحمل المسؤولين المشتركة. في الحقيقة حضرك لمست حاجة كابتو العدلي. يعني في الحقيقة جبت رمزنا الكبير كابتو صالح. اللي كلنا بنفخر بيه وبنفخر. وهو جزء أصيل من مبادئ النادي الأهلي. ومن تاريخ النادي الأهلي. في الحقيقة كمان قلت أنتوا عايزين حاجة تليق بيكم. وتليق بينا كنات مش تليق بيكم معنا. لا بالنادي. احنا في النهاية احنا كمان أعضاء في النادي. احنا كمان في النهاية قبل ما نكون مسؤولين احنا أعضاء. بالزبط. احنا النهاردة فخورين جدا بأسوار النادي الأهلي. اللي عززت هوية وقيمة النادي الأهلي. لما تروح مدينة ناصر الناس تقول ده هو ده الأهلي. تيجي الجزيرة هو ده الأهلي. هو بقى خلاص بقى عندنا هوية واحدة. تثبيت الهوية. الحمد لله. وبعدين ده كمان ايه. هو ليه النادي الأهلي طول عمره الأول. لازم سؤال ما تروح. لأن النادي الأهلي هو أفضل نادي يتفاعل مع المتغيرات بتاع البيئة اللي هو فيها. ايوة. وبسرعة. حركة التطوير اللي احنا قدناها لاني شايفين حركة التطوير اللي بتحصل في الرياضة. لن يمكن السبات والاستقرار وانك تبقى في المنافسة. انا هقول لحضرتك على حاجة. يعني أندية تاريخية. احنا كلنا كنا فخرين بيها وما زلنا فخرين بيها. هي ما بقتش موجودة في الساحة. نتيجة لانها لم تتفاعل بشكل جيد. مع التغيرات اللي بتحصل في المجتمع المصري وفي كل المجتمع الرياضي العالمي. على فكرة كلمة دي. يمكن كانت وعدة بطولات. كلمة هتوقف عندها. لأن ما كانش ممكن نادي القالي يقف جامدا. في مدينة نصر تحديدا. ومسألة الجراش والأصوار والبوابة. وهو يرى الدولة وحجم اهتمامها بتطوير هذه المنطقة. والكباري والأنفاء والسيولة اللي عملتها. وهنا هروح. دي هتخليني ألفه. انت قلت كلمة مش عايزة نطاهة. هتخليني أنسى. لما تقول إن كان قاعد جنبك مسؤول كبير. قالك اللي بتعملوه في النادي الأهلي ده. يعني عكس على الرياضة إيجابي. وأنا مش متخيل حجم الإنجازات اللي اتعاملت هنا. وأتوقع المرضوط بتاعها الرياضة. طيب ليه الناس مستغربة كمسؤولين حتى. أو جزء من المسؤولين. النادي يقول لك أقفوا جنبنا عشان أقدر أكمل هذا التطوير. ترجمة نانسي قنقر